السلام عليكم رح اشرح الآن طريقة حل برنامج الفوتوشوب للاختبار العمل النهائي لمقرر ED431 تصميم البرمجيات المطلوب الأول افتح برنامج الفوتوشوب فنفتح برنامج الفوتوشوب بعدين من خلال البرنامج افتح صورة شعار الجامعة اللوغو فبروح على File Open واروح على شعار الجامعة واضغط Open في المطلوب الثالث باستخدام اداة النسخ اطبع صورة شعار الجامعة ثلاث مرات ففي عندي حل هي اني اكرر الطبقة اللي عليها شعار الجامعة فبضغط على بروح على Layers Window نافذة Layers واضغط عليها واسحبها الى الورقة هذي اللي مكررة فبيكتب لي Background Copy ومر نفس الشيء هذي مرة ثانية ونفس الشيء ااخدها واسحبها لحد ما اوديها الى الورقة اللي مكفوسة من على جنب فبيصير عندي ثلاث نسخ اذا ما كانت ظهرة عندي Layers Window عشان اطلعها بروح على الويندو قائمة ويندو واختار اتأكد انه في عندي صح جنب كلمة Layers فاذا كان جنبها صح فمعناها انها ظاهرة اذا ما كان جنبها فهي غير ظاهرة اجعل خلفية اللوحة صفراء ذات تدرج معيني فبروح على ال Background اللي هي الصورة الاصلية يبغاني اغير لونها بتدرج معيني فعندي شريط الادوات هنا في عندي اللي هي رمز الدلو علشان احط التدرج المعيني بضغط عليها باليمين ولازم يكون رمز عندي Gradient Tool هذي هو التدرج بضغط عليه اختار اللي هو التدرج المعيني Radial Gradient هذا Angle Gradient وفي عندي Diamond Gradient فنختار واحد منهم نختار واحد منهم ونختار الالوان اللي نبغاها و يبغاها طبعا هي بلون اصفر فعلشان نختار اللون الاصفر بروح على بروح على اختار اللون الموحد و ممكن من هنا من الالوان اختار اللون الاصفر اضغط على الدلو واختار اللون الاصفر واوكي واتأكد واتأكد هذي هنا اللون الخلفية المربع اللي تحت فاختار الاصفر ووكي بروح على الفايل الحقي وافتح الملفات عندي حاطلي ثلاث صور فبروح على فايل و اوبن بختار الملفات اللي هم طالبينها فرضا هذي واحد وفايل اوبن واختار الثانية فرضا هذي واوكي وافتح الثالثة فايل و اوبن وهذي الثالثة و اوبن اعمل على دمجهم في ملف واحد علشان ادمجهم في ملف واحد يعني باخذ كل وحدة باوديها للثانية فممكن انا اروح على select all بصير عليها صورة بعدين اروح على edit copy واجي هنا على الصورة الثانية واروح على edit based فبلاقي انه صارت عندي layer وانحطت عليها نفس الشي اروح للصورة الثالثة واسوي select all وبعدين edit copy تنسخ بروح على الصورة اللي قاعدة ادمج عليها واختار edit و based فبتجي عندي على layer جديدة فالصورة الاخيرة اللي بدمج فيها الثلاث راح تكون فيهم ثلاثتهم ممكن انت تحركيها عن طريق انك تضغطي على السهم اللي جنبها اربع اتجاهات بتصغري في الحجم او تكبري بالطريقة اللي انتي تبغيها تضغطي مرة ثانية apply تجي على الصورة على layer الثانية وتحركيها بنفس الطريقة فهذا هو المطلوب ان احنا ندمج الثلاثة في ملف واحد واعمل على دمجه في ملف واحد واحفظه باسم q7 واجعل امتداده bsd فبجي عند file save as وبجي هنا وبحطه q7 والامتداد bsd وSave ثم احفظه باسم q8 و اوكي بروح على file save as و بحط الاسم المطلوب q8 يبغى بامتداد lgbg فبضغط على الفورمات من هنا واختار lgbg و save هذا هو المطلوب في برنامج الفوتوشوب